طبعا المراهق احنا نتكلم عن السن اللي هو يعني من عشر سنين خنقول الى ستعاش سنة هذه المرحلة العمرية اللي اكثر الاباء والامهات بالنسبة لهم في ازمة وفي مشكلة فيها طبعا في عدة خطوات جدا مهمة ان احنا نتعامل فيها مع ولدنا او بنتنا اذا كانوا في هالمرحلة العمرية اول خطوة وهي اهم خطوة انه نعطيه فرصة يعبر عن راية دائما الشاب والفتاة يعني دائما يشوفون الاب والام كأنهم ظالمينهم او ما يعطونا فرصة نتكلم او ما يعطونا فرصة نعبر عن رأينا وبالتالي هنا تصير عندهم اشكالية فيصير نوع من الفجوة بينهم وبين الوالدين فاذا الخطوة رقم واحد نعطيه حرية التعبير نخليه يتكلم حتى لو كان الكلام ما يناسبنا حتى لو كان الكلام مخالف لمعتقداتنا لثقافتنا لفكرنا لعاداتنا لتقاليدنا طبيعي ترى هذا يسمونه صراع الاجيال هذا طبيعي وبالتالي خنته عامل معه بنوع من الاستيعاب ونسمع نعطيه فرصة يتكلم حتى لو احنا كنا يعني مضايقين من الكلام بس نسمع بالاخير وبعدين نتحاور المراهق لما يشوف نحنا قاعدين نسمع نحترمه نقدره رح يقبل الكلام اللي احنا نقوله له فهذه الخطوة رقم واحد اللي هي قضية انه اعطيه فرصة للتعبير عن رأيها الخطوة رقم اثنين ردة الفعل الآن هو ارتكب الغلط وانا الحين بصير عندي ردة فعل طيب ردة الفعل هنا انا افرق بين امرين وخاصة للاباء والامهات الامر الاول اذا كان ولدي ولا بنتي يرتكب الخطأ لأول مرة او هذا الخطأ تم تكراره اكثر من مرة مو معقول اني انا بتكون ردة فعلي في الحالتين واحدة رح اظلمه لما المراهق شاب ولا فتاة ترتكب خطأ اول مرة ما يصير احاسبة وعاقبة وادبة مثل لما تكون مرة الثالثة ولا الرابعة ولا الخامسة مستحيل واذا فعلا انا عملت بها الطريقة كن ظلمت المرة الاولى دائما تكون فيها توجيه تكون فيها عتاب تكون فيها حوار وعطيه فرصة المرة الثانية ممكن شوية اشد المرة الثالثة اشد وعاقب وادب فاذا لازم يصير عندنا مراحل في التعامل مع اخطاء المراهقين الخطوة الثالثة انه لما يدخلني ولدي ولا بنتي يدخلوني في مشكلة ايا كانت لمشكلة مشكلة دراسية مشكلة صحية مشكلة في عالم العلاقات والصداقات مشكلة مع الاقرباء مشكلة مع الجيران اي مشكلة يدخلوني فيها قبل لا انا افكر بالحل اقول لها تعال يا بابا هذه مشكلة والمشكلة انت سببها ابي اسمع منك انت الحل يلا جاوبني وقول لي شنو حل هالمشكلة في هالحال اش سويت انا اولا حملت المسئولية مسئولية اخطاءه ومسئولية افعاله ثانيا خليته هو اللي يتعب علشان يفكر بالحل مو انا اعطي الحلول جاهزة وهذا جزء من الدلع والدلال هو الدلع والدلال مو بس اني يعطي فلوس ولا اشتري له احتياجاته الدلع والدلال انا ممكن ادلع افكاره ودلع عقله شون الدلع غن يرتكب الخطأ وانا اصلح هو يرتكب الخطأ وأقول له شوني صلح هو يرتكب الخطأ وأنا اقول له شون يعالش طيب هذا الدلع بس هذا الدلع فكري فاذا ارتكب هو الغلط أقول لها تعال هذا اقول له الغلط إذن حمل المسؤولية وخليه هو يفكر هو يصلح الغلط إذن هذه هي الخطوة الثالثة